في كل يوم بنتقابل مع أربع أبطال الاحتياجات وشخصية الظل والقناع والشخصية الصادقة احتياجاتك المشروع اللي من حقك تلبيها شخصية الظل جزء في شخصيتك أنت ما بتحبوش ومش عايز تتعامل بيه وبتخفيه القناع عكس شخصية الظل شخصية بتعيش بيها قناع بتلبسه شايف أنك بالقناع ده هتعرف توصل لاحتياجاتك اللي من حقك أنك أنت تلبيها لكن القناع ده ما بيكونش شخصيتك بيكون ظاهرك غير باطنك بيبقى فيه الدعاء وانت بتتعامل بالقناع ده انت مرهق ومرهق للي حواليك شخصية الصادقة يا شخصيتك الأصلية اللي فيها من الصفات اللي تعرف بيها تلبي احتياجاتك المشروعات الشخصية الصادقة دي ما فيهاش الدعاء ظاهرك زي باطنك انت شايف ربنا وانت بتتعامل تعيش بها صادق وتبعث يوم القيامة في ركاب الصديقين وده هدف البرنامج إن شاء الله صاحب قناعي النهاردة عنده احتياج إنه يشعر بالأمان في العلاقات لا والأمان ده كلنا بندور عليه لما نحب حد سواء نحب راجل يحب ست الجواز أو يبقى عندنا صحاب بنحبهم لكن في حتة كده تربى عليها من صغره إن أنا لو ما هتمتش قوي بحبيبي هيسيبني وهيلقي حد أحسن مني يهتم بيه وأنا هتساب وترمي وأنا ما حبش أبقى المهمش المهمل المتساب فيقوم لابس قناع الخانق بالحب المتملك الحب اللي ما فهوش أمان بيسموه الحب الغير آمن أنا بحبك بس أنا مش متطمن لك أنت في أي وقت من الأوقات ممكن تلاقي حد أحسن مني فأنا هفرض عليك هرمي عليك الشبكة هفرض عليك سياج من الحماية والتملك عشان ما تسابش في أي وقت لأننا مرعوب إن يكون الشخص المتساب فيمارس ما يسمى عند علماء النفس بالقلق الاستباق بحبك بس ألأ منك وأنا بسبق بالقلق عشان أحميك من أي حد هذا الحب الغير آمن حب مزعج وما فهوش سلام وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الجنة والحب تكلم عن السلام فقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم حب مفوش سلام حب في شك وغيرة في غير ريبة من غير ما اللي قدامي يعمل أي حاجة تعال معايا أقولك هو إيه طبع القناع ده قناع التملك الخانق بالحب أول حاجة كتر الأسئلة وطلب التفسيرات لكل التصرفات ليه ما اتصلتش؟ ليه ما ردتش؟ ليه شفت الرسالة وما ردتش في وقتها؟ كنت بتعمل إيه؟ انتي ليه قلتي كده؟ انتي ليه ما سألتيش في الوقت ده؟ وكأن كم العتابات والأسئلة التفسيرية دي أسئلة واحد مش آمن وكأن فيه شيء لو سمحت أقولي طمني هما بيقولوا كده علماء النفس بيقولوا أن الكتر اللوم معناه أن فيه أماكن غير آمنة كتير محتاج إيجابات أسكنها فالطمن هنا والطمن هنا والطمن هنا آه تمام بحبك وطلعت أنت آمين علي مش هتسمي في يوم الأيام وكأن الآية نزلة للحال ده يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسه ولما تتبع الفيسبوك وأطب في خروجات معينة وأطب في الشغل في وقت معين وأسأل أسئلة استفسارية خانقة شيء من التجسس عشان أنا مش حاسس بالأمان لأنه فيه شخصية ظل جواي أنا مش عايزة تساب وأتهمش فأنا عايز أحمي اللي أنا بحبه تاني بفكرك أنا بتكلم على الراجل والست المتجوزين أو حتى الإصحاب اللي مش حاسين بالأمان تجاه بعض الطابع التاني اللي تسأل نفسك هل أنا حبي آمن ولا حبي متملك خانق للي لابس قناع المتملك هو إعطاء عنوان لكل تصرف أي حاجة أنت هتعملها معي هديها عنوان وشوف العنوان ده إيها يطمنني ولا لأ في خرجاتك وكلامك وعلاقاتك وشغلك وحياتك عنوان التصرف ده وعلاقته بالحب اللي أنا دايما بتعامل فيه بغير سلام وأمان فعايز أحميك من الناس غيرة لأنا عايز أحميك من نفسك لحسن نفسك تقولك أنك تسيبني وأنا بترعب أن أنا تساب هذا القناع قناع الخانق بالحب قناع المتملك حمله تقيل جدا على صاحبه اللي ممكن يكون مخلص في حبه لكنه بيمارس الحب بطريقة ما فيهاش سلام وعلى المحبوب اللي بيدفع تمن حب غير آمن ترجمة نانسي قنقر